لم تكن ضربة عادية تلك التي تلقتها إيران بمقتل أبرز جنرالاتها العسكريين قاسم سليماني بل كانت موجعة ليس لطهران فحسب بل لأذرعها في العراق ولبنان وسوريا والمنطقة التي فقدت توازنها وراحت تبحث عن استعادته بكل الطرق مصادر مقربة من الميليشيات في العراق تحدثت عن اجتماعات مكثفة عقدها القيادي في ميليشي حزب الله اللبناني محمد كوثراني مع قادة الميليشيات في العراق بهدف توحيد صفوفها في مواجهة فراغ كبير خلفه مقتل من كان يعتبر الرجل الثاني في إيران وأشرت المصادر إلى أن تلك الاجتماعات بحثت الطريقة التي ستحاول بها إيران تعزيز سيطرتها في الشرق الأوسط كوثراني الذي كان أشبه بالظل سليماني قبل أن يتحول إلى خليفاته المؤقت في العراق تدخل المساعدة في ملء الفراغ خصوصا فيما يتعلق بتوجيه الميليشيات لا سيما أن سليماني كثف اجتماعاته في الشهور التي سبقت مقتله بالتزامن مع سعي طهران للدفاع عن مصالحها في صراعها على النفوذ مع الولايات المتحدة بينما أفاد مسؤول إقليمي موالي لإيران أن توجيه كوثراني للميليشيات سيستمر إلى أن تتولى القيادة الجديدة في فيلق القدس التعامل معها مباشرة وتؤكد المصادر أن كوثراني لا يحظى بما كان يتمتع به سليماني من النفوذ فهو يواجه تحديات ربما لا يمكنه التغلب عليها أولها أن زعماء الميليشيات يرون أنفسهم أكبر من أن يأخذوا الأوامر منه لكنهم مرغمون على التعامل معه تحت ضغط إيراني لا سيما بعد أن وبخ كوثراني عددا منهم مؤخرا لفشلهم في احتواء التظاهرات الشعبية التي انطلقت ضد الحكومة وأحزابها الفاسدة رغم إطلاق يدهم بالقتل والقمع بشتى صنوفه في التعامل مع المنتفضين ووفقا للمصادر فقد حث كوثراني على تشكيل جبهة موحدة في اختيار رئيس وزراء جديد وبعد ذلك تم تسمية محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء في تطور رحبت به إيران ووافقت عليه الأحزاب المرتبطة بها سعيا لبدء مرحلة جديدة تحاول فيها طهران تعزيز دورها التخريبي في العراق والمنطقة عموما